من جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعط أنه تم التوافق خلال المباحثات الثنائية مع الجانب التونسي على وضع أجندة تعاون ثرية متعددة الجوانب وأضاف وزير الاتصالات أن الخطة تشمل تبادل الخبرات في مجتمع رقمي متكامل بالإضافة لتبادل الرؤى حول العديد من الموضوعات فضلا عن التبادل التدريبي كذلك اتفاقنا على تعزيز التعاون والشراكة في مجالات ذات الاهتمام المشترك كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة المهمة والتي لها استخدامات واسعة ومشتركة بين البلدين كالزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية والرعاية الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المواضيع